تلبس البعض من النساء ملابس مشقوقة من الأسفل أو مفتوحة على الصدر أو تبين شيئا من الأذرعة فما حكم ذلك؟ وما حكم لباس الملابس المشقوقة من الأسفل إلى الرقبة بالنسبة للنساء ويكون الثوب شفافا أفيدون بذلك؟ أولا يجب أن نعلم أن المرأة مطلوبة في حقها السفر والحياء وهي منهية عن التبرج وهو إرهاب المحاسم من اللباس أو غير اللباس قال الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وهذا يدل على ذنب التبرج حيث أضافه الله تبارك وتعالى إلى تبرج الجاهلية وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو جهل نذمو فينظر في هذه الألبسة إذا كانت تعد تبرجا يحصل بها الفتنة فإنه منهي عنها ولفسها محرم وأما إذا كان لا حصل بها التبرج نظرنا إليها من جهة واحدة من جهة أخرى هل هذه الألبسة تشتث ما يلبسه الرجال من الأكوات وشبهها فتكون محرمة من هذه الناحية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنى المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ثم إني أثي نصيحة إلى نسائنا وإلى أولياء أمورهم ألا تلقفنا كل جديد كلما جاءت موضة أسعنا إليها من حلي أو لباث ظاهر أو لباث ظاط لأن في ذلك إسراء لمصانع قد تكون مصانع غير مسلمين وفي ذلك أيضا إنهاق لمالية الزوج إن كانت ذات زوج أو لماليتها إن لم تكن ذات زوج أو لمالية أبيها أو من تزم نفقتها ومن المعلوم أن التجار إذا رأوا النساء أثنهمك في كل جديد وفي كل موضة جديدة أنهم سيغيرون الموضات بين كل وقت وآخر قريب منه حتى يكسبوا الربح وهذه مسألة اقتصادية عامة ينبغي النظر إليها بجد لا من جهة المسؤولين عن البلد عموما ولا من جهة المسؤولين عن النساء خصوصا كراع البيت فإنه مسؤول عن رأيته ثم إن في تلقف هذه الموضات كثرة خروج النساء الأسواق لتنظر ماذا حدث من جديد في هذه الموضات فيحصل كثرة دوران النساء في الأسواق وربما يعرضن أفسهن للفتنة أو يعرضن غيرهن للفتنة ثم هناك مفتاح تضاف إلى ما سبق وأن هذه الموضات قد يكون تحصيلها سهلا على من أغنهن الله لكنه يكون صعبا على من ضيق الله عليهم الرزق فيحصل انكسار قلب إذا رأت المرأة زميلتها تلبس هذا اللباس وهي باقية على اللباس الأول فنصيحة لأخواتي ولعاعاتهن من الرجال أن نلاحظ هذه المفتاح والله موافق جزاكم الله خيرا